حول مقترح زيادة في رواتب أساتذات الجامعة التي لم تعرف أي زيادات منذ سنة 2008 إلى مكتب الوزير الأول عبد الملك سلال بعدما أشر عليه وزير تعليم العالي والبحث العلمي الطهر حجار بالموافقة المبدئية حيث تجاوب الوزير مع أرضية مطالب هذه الفئة والتي تضمنت انشغالات مهنية واجتماعية وتشير مصادر مطلعة أن المسؤول الأول على القطاع قد أعطى ظوء الأخضر لرفع الأجور بنسبة 15% متعهدا بالدفاع عن باقي النقاط المطلبية التي وصفها بالمشروع والمؤسسة حيث التزم الوزير حجار بمعالجة ملحة المعالجة البداغوجية والدعم المدرسي المقرر لصالح الأساتذة هذا وتطالب نقابات القطاع باعتماد المصاري المهني للأستاذ في احتساب الأجور بدل تركيز فقط على البحث العلمي الذي واجه عرقي الإدارية جمع وفي غضون ذلك أشر ممثل عن النقابة أن ما ينتظره أساتذة تعليم العالي هو إعادة الاعتبار لهم وفي انتظار موافقة الوزير الأول عبد الملك سلال على زيادات الجديدة في أجور أساتذة الجامعات يبقى القطاع مهددا بدخول جامعي ساخن